المفهوم يعني الواحد مش متخيل انه لسه مازال موجود لحد دلوقتي فكرة ان الطبيب النفسي دي حاجة عيب يعني زي من الناس كتبتوه متخفية بصي يعني بمناسبة الوسواس القهري مرضى الوسواس القهري مرضى غلابة جدا لان مش بس هو كمان عنده انزعاج شديد جدا نالمية وعنده وصمة انه هو بجيله افكار عجيبة واحد بيجيله افكار تشتن في ربنا واحد بيجيله افكار تقوله انت مش مسلم واحد بيجيله افكار تقوله انت مش مسيحي وهتقوله لو انت اصلي التقدير او انت صليت ولا ما صليت وصليت كم راكع وتودت ولا ما زادتش الافكار دي نفسها في حال ذاتها مزعجة واحيانب أصلا خايف من نفسو خايف من Apk gezeigt وبعدين بتيجي الكمبيونيتي وبيجي المجتمع كمان يقوله لا انت لو حتلت طول امراض نفسية انت ايه انت يعني نفسي نغير طبعا بحب جدا عدم يعني مدبولي بحب جدا فؤاد المهندس بس يعني ساعة تروح وساعة تيجي مع فؤاد المهندس واسماعين ياسين وكلام ده لا اخد بالك الافلام هي اللي بتزرع يعني بص النهاردة النهاردة كنت بدي محاضرة في الماريوت وكنا بنتكلم على العلاج النفسي وبنتكلم على العلاج الكهرابي وقلنا ده مش بقى في الوجدان المصري قلنا ان الذي افسد العلاج الكهرابي اللي هو الجلسات الكهرابية في العالم كله كان جاك نيكولسون عمل فيلم اسمه وطارف وعشت المجانين فاكرها فيلم شهير جدا وجاب سورة العيان وهو بتقربوا بيصوتوا قد للسورة النمطية دي وتعهم استاذي وصديقي جدا عادل امام كمل علينا في حكاية برضو فيلم من افلام يعني قضي ساعات الميديا الفيلم بيؤدي الى استجما او بيؤدي الى وصمة لمرضهم ما او علاجهم ما فالوصمة المرتوطة بالطب النفسي لا زال كثير من المرضى النفسيين يعانون بسبب هذه الوصمة انا اخليها اتكلمني بعد الهواء واحاول افها منها القصة اكتر شوية وهضطر وامري اللي مش صحة خارس انو احد يكتب دوة من غير ما اشوف العيان على فكرة اشتركوا في القناة